وأخيراً عدد من الحاجات أخيراً أولاً هو أخيراً أخيراً خلاص إحنا كده بالنسبة لنا تقريباً المهرجان بيلفظ أنفسه الأخيرة بيخلص أخيراً جات لي فرصة أقعد مع محمد طارق لني من أول المهرجان عاوز ألاقي فرصة أتكلم معاه شوية أخيراً بنسجل من المركز الإعلامي اللي أنا شخصاً اكتشافته متأخر قوي لأن زي ما أنتوا عارفين أنا كنت بفضل المهرجان الطيب مش المهرجان الشرير اللي هو اللي في السينية طارق مسائل فرد مسائل ورد يا مهدي مبسوط خلص إن أبقى معاك النهاردة وفرصة لطيفة جداً ومبسوط إن إحنا لأول مرة من صار سوا وأنا كمان مبسوط جداً إن شاء الله مش هتكون آخر مرة إحنا قبل من فيرب الكاميرا على طول اتفقنا على دور 16 أيها واتفقنا على حاجات كتير إن شاء الله لإذن الله هتعجبكم طارق أنت ناقد ومبرمج وليك أدوار رسمية في عدد من الكائنات وعدد من المهرجانات ممكن تشرح لنا الموضوع في أنا حالياً أنا اسمي محمد طارق بشتغل ناقد ومبرمج بشتغل مين لي مبرمج لسينما عائل اللي هي شبه سينما زاوية ببرمج برنامج السينما الدوري السينما عائل اللي في الإمارات في الإمارات في دبي هي سينما أرت هاوس يعني بتعرض أفلام مهرجانات وكده عندنا ريليزز وعندنا زي مهرجانات وفعالات سينماية بتحصل على مدار الالسنة هي أساستها بوسعينة حامد من عشر سنين وهي سينما لذيذة جداً يعني بس فلو حد في دبي يحب يجي في مرة يتفرج ويقول لنا رأيه بعظيم والله أنا سمعت كتير عن سينما عائلو بالأخص لما كان مهرجان دبي بتعمل كنا بن لو شبك وتم شوف لها فلايرز كتيرز وكتير ناس كتير بتقول لي لازم نجرب الموضوع وكده سينما ما جاليش الحظة خلصاً السنة دي أكيد عندنا اسبوع للسينما العربية في نوفمبر في 23 نوفمبر فأكيد نحب نعمل حاجات هناك نستضيفة ودبي لوفي طبعاً طيب بشتغل مع مهرجان القاهرة كالسنة ديلي فترة يعني ديلي حساب عسلين بشتغل في مهرجانات مختلفة كنت بشتغل مع الغدونة حاليا بشتغل مع القاهرة حاليا مع القاهرة كمستشار والسنة الفاسة كنت نعيب المدير الفني للمهرجان وبشتغل أخيراً مبارمج للأفلام القصيرة في مهرجان دابلين ايه بقى حكيت مهرجان دابلين والله أنا مراتي جالها بي اتش دي في دابلين من سنتين وحياتنا تنقلت ما بقت ما بين دابلين وبين القاهرة وكنت عايز أعمل حاجة هناك فابتديت أستكشف الأجواء لحد ما قابلت مديرة هذا المهرجان جرانيا هومفريز كلمت معها كذا مرة وبعدين فتحوا كل قدمتها شغلانة في الكل ما تقابلتش فيها بس قالوا لي نحب أن انت تبقى معنا بروجرامج يعني أنت الموضوع جيب أنك تواجدت في دابلين فشفت إيه اللي ممكن تعمله هناك بالضبط يغطي أدوارك السينمائية ويديلك الساتسفاكشن بتاعت أنك كنت أكتر حقا بالضبط على أن يبقى فيه كوميونيتي حوالي أن يبقى فيه حوالي ناس أقدر أتكلم معهم عن السينما في المكان اللي أنا عايش فيه لأن أعتقد أن دي أكتر حاجة أنا بفتقدها لما بسافر فكان هنا القصة يعني وديلي ثلاث سنين معهم يشغل مع بروجرامر تاني اسمها عيشة بولاجي أيرلنديا من أصول نيجيرية وجرانيا ومعنا فريق بدايفيرس جدا بيتغير كل سنة من لهم لجنة مشاهدة بيجو من دول مختلفة من العالم لأنه دابلين عموا مدينة مليانة ناس من حدث كتير في العالم طب أنا من أول الفلوج وكل اللقاءات اللي احنا عملناها بنعدي دائما مع الناس اللي بنتكلم معهم على دول المبرمج ده وأنا شخصيا متوقفتش للحظة في أني أحاول أشرح للناس هو المبرمج ده بيعمل إيه بالضبط ممكن تحولش أحب الموضوع؟ أوي أوي طيب أنا بحب أحطها بالطريقة دي أو بحب أقولها بالطريقة دي هي كلمة مبرمج كلمة يمكن ما بتشرحش الموضوع قوي بس أنا بحب كلمة تانية اسمها كيوريتور وكيوريتور بتيجي من كلمة لاتينية اسمها معناها تو كير فور سامسين فأنا بحس إن هي دي الحاجة الحقيقية إنه إزاي إن انت دورك هنا وسيط زي النقد بس الفرق ما بقي إنه النقد لحد ما بيوريك العمل بشكل مختلف أو بيشاورلك عليه المبرمج هو أكتر بياخد العمل ده ويبروزه ويهتم بيه ويهتم بصانعه علشان يقدر يوصله بأحسن شكل ممكن للجمهور فهو كأنه بيدي تجربة زيادة عن تجربة إنه الفيلم بس يبقى موجود تاني حاجة هي مهمة جدا لإن انت العالم النهاردة في ملايين الأفلام ملايين المحتوى ملايين كل شيء فدايما لازم يبقى فيه شخص أعرف زيما أنت بتروح مطعم مثلا فحد بيقول لك كل ده وده وده مثلا أو بيختار لك فهو شخص عموما عنده زوء معين بتكون من خبرة معينة فإنه هتفرج كدير على الحاجات فبقى بيقدم لك خلاصة الزوء ده وبيوفر عليك وقتك بشكل ما معرف طب الدور دوت لما أنت بتعمله لصالح مهرجان معين إزاي؟ يعني الهدف الأساسي بتاعك هو أنك تبحث عن أفلام تمثل اللي أنت بتقوله اللي هي الحاجة اللي أنت تقدر تلمعها ولا أنت ملكش دور في الاختيار أنت الفكرة الأساسية أنه بقى فيه بول معين وانت الفكرة بتعتك أنك تقوم بدور الكيوريتور زي ما أنت قلت لا هو طبعا هو أنت ما بتلعبش دور الكيوريتور ده يعني الكيوريتور ده لو أنت عندك مساحة مثلا زي نادي سينما أو كده أعتقد أنه هو بيبقى الموضوع لي علاقة بك أنت بس إنما لما بتبقى في مهرجان أو في سينما أو كده أي مؤسسة في الدنيا عندها كده نوع من الاهتمامات المعينة سواء كان الاهتمام على مستوى المواضيع معينة عايزة تتناقش أو سواء على مستوى مثلا إنه مثلا لو بمبرمج لمهرجان زي القاهرة اللي هو فيه أربعين ألف بني آدم يروحو فده معنى أن عندي مدينة مليانة ناس فعايز أزواق مختلفة في أنواع السينما اللي بتتقدم الجونرز فبحاول أن أنا ما بقاش يعني هي مش السكرينينج روم بتاعتي فأنا بحط الأفلام على مزاجي وخلاص بس كمان براعي أنا بحط الأفلام دي المين وليه وإيه نوع الحوار اللي ممكن يتولد منها فيه أفلام ممكن تليق في القاهرة وممكن ما تبقاش فنيا أقوى حاجة بس أنت عارف مثلا أن الموضوع ده هيخلق نوع من النقاش المهمة في المجتمع فجزء مهم منها هو أنك تفهم من الأوديونس بتوعك مية في المية مية في المية لأنه في الآخر الأوديونس هم هم الزبون يعني أو هم في الآخر هم اللي بيدفعوا الفلوس وده وده سواء برضو صعب لأن أنت في الآخر أنت مش عايز تقدم للأوديونس حاجة يعني مش عايز دايما تتفق مع الأوديونس ممكن أحيانا تقدم له حاجة هو ما شفهاش أو تنكشه كأن أنا مثلا عارف أن أنت متحبش حاجة قوي بس بقدم لك حاجة مثلا تقربك من نوع معين سينمائي أو كده وأحيانا برضو ممكن أبقى بقدم حاجة عارف أن هي اللي هو بيسموه أوديونس فيه نوع من الأفلام اسم أوديونس بليزر اللي هو فيلم كده عارف أنه الناس هتخش تعملوا حلو كمان البروجريمر بيحط الأفلام بطريقة معينة في الجدوة اللي بيحط لها الموعيد بتاعتها إزاي بتتحرك إنه إزاي مثلا في أفلام منتصف الليل دايما بيخلوها للجونرا والتريلر ولمعرفش إيه فديد تبقى مثلا مختلفة عن فيلم وتحطوا ساعة عشر الصبح نوع الجمهور بيجي عشر الصبح غير اللي بيجي سبعة بالليل بيجي سبعة بالليل تقريبا ده أكتر جمهور عام وخلص شغله جاي يتفرج جاي عشر الصبح ده جمهور هاردكور ملتزم وكده شغلانة صعبة لأنه كمان أي شغلانة مش مش أي شغلانة بس معظم الشغلانات في العالم لها زي يعني نوع من ال الواضح لو أنت بتخش عندك كتب معينة تقرأ عن الموضوع تتعلم في جامعة أو كده مشكلة الشغلانة دي إنها بتقع في مساحات كتير بيسمون مساحة بينية كده بشكل ما والكتب اللي أنا أفتكر إن أنا قريتها عن البرمجة أو عن اختيار الأفلام أو حتى عن البرمجة كمفهوم اللي هو القايم الفني سواءن في عالم الفني يعني اللوح وكده كتب قليلة جدا فهو عالم برضو مغلق بس أعتقد إنه دلوقتي مع الانترنت مع أنه في ناس كتير يتكلم من المهرجانات وكده المعرفة دي توسعت كتير وهو الموضوع برضو يعني ما فوش ما فوش حاجة وحيدة ما هواش زي الهندسة أو الطبق يبقى القسم المشترك اللي دايما بقابله مع الناس اللي بتكلم فيهم في الفلوج سواء في أي مهرجان سينما أو أي أحور سينما الحقيقة أو بالأخص في مهرجان كان من النسخة دايما بنلاقي فيهم الحتة اللي تعرفنا عليها من خلالك اللي تخصك وهي إنك عندك أكتر من طاية عندك أكتر من هات هل كل التوائدية أنت مستفيد منها من التواجد في مهرجان كان أو هي بتستفيد من تواجدك في مهرجان كان ولا أنت جاي لأدوار معينة طيب هو أكيد كل يعني هو أكيد الواحد يطمح أنه يبقى عنده بالانس يعني يحب جدا أنه يوازن ما بين الكتابة والعموما والسبب الأساسي عموما اللي خلني للشغلان دي في الآخر هو حب للأفلان يعني فاستمتاعي بالأفلام إلى جانب الكتابة إلى جانب البرمجة بس هدف الأساسي ما ديله كذا سنة هو اختيار الأفلام فهو عموما الاطلاع لكن بحاول لوازن أحنا لو أنا جاي الهدف البرمجة بس أحنا بيبقى الهدف أنه أنه يخش الأفلام أكبر عدد ممكن من غير ما يركز لأنه كتابة هتتطلب تركيز أكتر من فكرة أنك تبقى بتشوف وتعرف الحاجات بس يعني أعتقد أنه السنة كانت متوازنة لحد كبير عن السنين اللي فاتت وأعتقد أنه كان دايما مفيد جدا على مستوى حتى العلاقات المعارف الناس اللي بتقبلهم بتعرف العالم بيتكلم في النهار دا سنوائيا أعتقد أنه أهم حتى من لأنه أخوة زي مؤتمر فهم بس مؤتمر جاي بكل الناس قريبين من بعض فتقدر تعرف فين خطواتك الجاية أنت محتاج تحسن إيه بحسن هي بتديك الانديكيتور بتاع أنا ناقص عندي إيه إيه اللي أنا محتاج أحسنه ناقص عندك إيه من أجل تحقيق إيه من أجل أنه من أجل أنه الواحد يفضل أبديتد ما يبقاش أنا أنا شخص مؤمن دائما أنه لأ أنه يعني ماينفعش تقف في لحظة وتقول أنا بقيت برنس الشغلة آه يعني فهم وإلا خلاص هتنتهي يعني فهم ده عالم متجدد جدا وعالم شاب جدا فلازم طول الوقت أنت تبقى بتبزي المجهود عايز أقول لك أنه مثلا لا أنه أحيانا أنه يقول أنه محتاج يتعلم لغة جديدة عشان خطر يقابل ناس أكتر عشان يقدر يدخل في مساحات شغلة أكتر دلوقتي العالم كمان أنت لو فكرت فيه هتلاقي أنه النهاردة العالم ما هو العالم بتاع عام عشر أو خمس أشر سنة فاته العالم النهاردة مفتوح يعني فيه فكرة المواطن العالمي دي أو فكرة أنه النهاردة مهدي يروح يشتغل في السعودية وفرنسا وفرنسا وهكذا فدي حاجات كمان أنك بتفهم العالم بتشتغل إزاي مش كل حتة في العالم بتشتغل بنفس الطريقة بتاعة الحاجات فهعتقن دي أكتر حاجات هي هو كأنك بتيجي جس نبض العالم ورايح فين الترندات السينمائية فهي محطة مهمة جدا يعني أنا بحاس أن دي الأهمية اللي نحن أكتر من فكرة الأفلام طبعا الأفلام هي مهمة وهي الأساس وكل حاجة بس هو كمان هو الإحساس العام بتاع التوريد ده روم يعني بس الروم بقى الانترناشنال بتاعة السينما رايح يعني يعني أنت بتتكلم على خافي طبعا ليه جوانب مباشرة في حتة والتواصل والمعارف والأمور دايات كلها ولكن فكرة أنك تكون موجود في المكان مش هستخدم كلمة ترند لكن نقول أن كل جديد بيحاول يتقدم سواء حيلاقي صبع عند الناس ولا مش حيلاقي حيلاقي مستقبل ولا مش حيلاقي حيكون بداية تتجاه ولا مش حيلاقي أنك تكون من أوائل الناس اللي شوفوه من أوائل الناس اللي ترهو من أوائل الناس اللي حضروه هو بيتولد داي فيه على المستوى العملية بزيب وأعتقد أنه هو أنه هو كمان أنه في شغلاناتنا في حاجة في أي شغلانات الإبداعية دايما يعني أعتقد أنت مثلا نحن كنا النهاردة بنتكلم أن أنه أنت قديرك حوالي 11 سنة في عالم اليوتيوب وقد أنه أنت أكيد كل سنة كنت بتسأل نفسك اللي هو لأ روح هنا قبل ما عشان ده بيقدم أو ده بيش رايح مع المزاج العام فأنه قرية الموضوع ده بيخليك تاخد أفضل ما في القادم وفي نفس الوقت ما تجيش متأخر لأنه حنا ممكن تجي متأخر فتلاقي أنه الشغلانة اللي أنت بتحب تعملها دي ما بقتش مثلا قادرة أنها توفر لك أنك في الأخير تكمل الشغلانة اللي أنت بتحبها لازم دايما توجد طريقة أنك تلاقي فلوس أو تتعيش بها وإلا هينتهي الموضوع أنك هتسيب الشغلانة دي وهتروح تشتغل الشغلانة تانية أنت وتحب عش أنا مجرد يعني حتى النهاردة وإحنا كنا بنتمشى ما بين العروض كنت بتسألني على موضوع حضور المهرجان لمرة تانية كنت بقولك هي يعني أنا لو أقضي المهرجان كل سنة حاجي كل سنة مش مهرجان داوت بس كل المهرجان الكبيرة أو كل مهرجان التي تنلف ساحضرها بس في الآخر الزي أنا بتقول البنفت عمل إزاي في الشطارة أنك تعرف توازم بين الموضوعين تاخد الفايدة والكلام دا كله في دور مهم بقى إحنا ما عندناش عليه بالقدر الكافي لك قبل اللي بنبتدي نتكلم في المهرجان نفسه وهو أنا كذلك كرييتر بودكاستر فلوجر ليه بليبتسترت الموضوع دا بتعلم مش عارف يعني يمكن يمكن ما حسست يعني حسست أنه لسه محتاج فيه كتير حسست أنه لسه بتعلم كنت بقولك على فكرة على فكرة أنه 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 مش جربت كان عندي كذا مرة في سنين قبل كده جربته وكان الموضوع فشل لحد ما جات السنة اللي هي اللي عملت فيها البودكاست هو نشأ عنه كنت بشغال في الجونة والمهرجان تأجل ولقيت نفسي لقيت نفسي الحقيقة هما يعني دي كت ميق ريتينر فكان عندي مرتب ومعندي وقت ومعندي وقت محدود في مصر مش طويل يعني صورت 12 حلقة في حوالي بس يعني وبعدين تدينا ننتج على فترات بس أنا كان دايما البودكاست بالنسبة لي فكرته أساسية قويا فكرته أن أنا بحس أن أنا بعرف أتكلم أحسن ما بكتب للأسف يعني كان نفسي عرف أكتب أحسن ما بتكلم جي ماشي مفياش أسف خال صلى فكرة يعني كونك بتعرف تعبر بشكل معين عن اللي أنت عاوز تقول بمهارة خلي بالك أنا أنا مش بدي قيمة الحاجة على حسن التالي بس التقديم أو الوقوف قدام الفيديو والكلام عن السينما من الزوائع اللي أنت بتتكلم فيها أنا أدعي أن هي مهارة ندرة جدا تتطلب شجاعة كبيرة جدا حتى النهار ده وإحنا بنقول إن الوقوف قدام الكاميرا من خلال الـ أو 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 سهل قوي ما بقى شجمينتل زي 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 كل قد خاف قوي من معرفنا لما يشوف ونا حيقول علمائي الموضوع ده تخطنا تماما ولكن أن بتطلع تقول كلام في السينما لي معنى ده مش سهل ولو موجود عندك دي نعمة من معتقدات قديمة عن فكرة يعني يمكن إحنا لسه ما تقبلناش فكرة آه يعني طبعا أنا عارف أن أكيد تعرضت الفكرة دي بس أنا بقى هيدين فكرة لكل نعمدة بها يعني كلنا عارفين النقد يعني كاتب بزبط ولو إنت عارفين نعمة نعمة كلنا عندنا نفس الفكرة بزبط فيمكن سيطرت الفكرة دي لكن البودكاست بشكل أساسي كان هو نابع من فكرة أن أنا بقى بالناس كتير وأنا شاهد الناس دي وما بتلاقي مش مساحة أنها تظهر خالص خاصة أنه معظم الناس في عالم اليوتيوب يعني وده ما فوش حاجة غالف خالص أنه دايما بتحاول تلاقي شخص يجيب بيوز يعني ومثلين مشاهير كده أنا فكرت صراحة أنه في أول سيزون أن أجيب الناس اللي هما ملهمش كنت قوي على الانترنت محدش بيكلمهم وهم عندهم حاجات كتير يقدموها لجمهور أنا عارف أنه موجود مش كبير بس هو موجود ومن هنا جت الفكرة دي أن أنا نوع التوك ده ولي هو وهادي وبسيط زي ما كان بيحصل في الحقيقة حاولت أن أنا أنقله في المساحة دي وعلشان كده يعني وكون سعيد جدا بي يعني صراحة أنا اطلقت عليه وتفرجت عليه كان ممتها جدا كان من الحاجات اللي كانت بترافقني في السفريات أني أدول البودكاست كله أبن مسافر وأسمعه في اليوتيوب وأتفرج عليه بحقيقة بالشغل يعني أتمنى ما نتوقف لا لا ما فيش توقف هل حاجة أنا أكمل إن شاء الله ننكتف في السفريبشن يا جماعة زي ما طرف فالسيزون الجاي يعني هبقى ورائب وحاول أن نكبر البودكشن شوية بس ونتمنى يعني أنه يظل أنا أهم حاجة بالنسباني أنا وقت ما عملته صراحة كان الميزع زي ما بيقولك عندي إن ما كنتش بصص على فكرة لنجاح ولا فلوس ولا أي حاجة فحست إن أنا عندي داني مساحة محرية واتمنى إن المساحة دي تفضل عندي لأن أنا حاسس إنه أنا حابب إحساس الأوضة الهادية اللي فيها اتنين وبيتكلموا بحيث إنه يعني المشاهد كأنه قاعد معانا مش طيب نروح بقى المهرجان كان لأن لازم نتكلم عن دا الموضوع بكل تأكيد دي المرة الكامل ليك كم؟ دي المرة بشكل فعلي ثلاثة ثلاثة عشان كان فيه دورتين وقت الكورونا كانوا هما آآ يعني المرات اللي تجيت فيهم فعلا آآ ثلاث مرات ناشط مشغال ثلاث مرات آآ تمام ما بين الثلاث مرات دول المرات دي ترانك فين على دي المحل أصعب آآ المرة دي آآ والله بص آآ يعني أنا أنا بجد صعب قوي أن أنا عمل لهم رانك يمكن المرة التانية كانت أحلى شوية خد من منظور شخص لك أقول لك المرات اللي بسطت فيها أكتر المرات اللي انت استفدت منها أكتر المرة الاولى يمكن الاستفادة الأكبر يمكن التانية والتالتة الأولى كانت الأمتع بس خد صحيح إلا أنا فيها المرة بس هي كانت خد جميلة يعني خد من نوع كده اللي هو يعني لأ يعني لأن أنا صراحة كنت دايما لما بسمع عن كان اللي هو بحس كده أنا دايما عندي الموضوع ده شوية أنه لما كان يمكن هو من المكان اللي مهما نسمع عنه مبالغات وجيته لأ المبالغات حقيقية يعني بحس أنه هو فعلا مكان فيه نوع من لا له فعلا مختلف عن أي مهرجان تاني صغير برلين أو فينسيا يعني هما اللبنين الكبار التانيين هو مهرجان حقيقي في كل شيء وفيه المستقل وفيه التجاري بعدها بحس أن أنا شبعت يعني عايز عود شهر كده تمام ببقى مبسوط جدا فصراحة أول مرة كانت الأمتع أو كانت الأكتر اللي هو إيده كأنك بتخش زي بتفكرني بأول مرات مثلا دخلت فيها مهرجان القاهرة مثلا وكنت مبسوط جدا أو حضرت فيها مهرجان سينما أنا بالنسبالي المهرجان كانت حملة زي الأعياد كده يعني النساء العيد كبير والعيد السؤال المنسبالي كان هو العيد كان بالتحديد يعني لأنه في كل حاجة يعني أولا هقابل كل أصدقاء القدام وهتعرف على أصدقاء الجداد المعارف النيتوركس الأفلام كل حاجة وبعدين أنت عندك لأنه كمان كل الأفلام اللي احنا بنشوفها النهاردة دي في 10 12 يوم هي بتشكل السنة كلها صحيح فاللوها أنت بتحس أكثر حاجة أنا بالنسبة آه بالضبط يعني بعد كده الأفلام دي حيتم ترددها عددا أنه دايما لما بنوصل لمسم الجواز الأمريكاني اللي هو اللي بيخص سني قوي بتبتلي تسمع بقى عن الأفلام الأجنبية والأفلام الانترنشن والأفلام فوضيع أنا حاسس أنه السنة دي كانت أكثر سنة عندي متوازنة قدرت أوازن فيها ما بين الطوائل المختلفة السنة اللي فاتت كانت شوية يعني عملت كتير قوي سنة فاتت بس حسيت أنه السنة دي لأ محتاج يعني السنة دي كان هدفي أنه أحط كل حاجة في مكانها أنه معمج حاجة واحدة وحس أنه أهملت الحاجات التانية وأعتقد أنه نجحت وده خلاني لأنه كمان المهرجونات أحيان ما تبقى فيها نوع من التوتر النفسي والمدي القصدي الجسدي يعني طبعا فيه توتر مدي بس توتر الجسدي بتاع فكرة أنك تنم تأخر وتسح على طول وتتواصل لـ 12 يوم فحسيت أنه لأ السنة دي يعني كانت أكتر سنة قادر كده أحض للوقت المكان لأنه برضو هنا مثلا في كان بتحس أنه المكان كل سنة هو هو نفس المكان فحتى لما بتروح ميتنج بتبقى تقريبا نفس المكان فلما بتكون ذاكرة بصرية بتحس أنك بتتحرق في المكان أنت عارفه مفر عليك وقت كتير صحيح فبس شوية مع معرفتك للسيستم كمان بتبقى الخطات عمالة تقل والإحساس بالارتياح وأنك قادر تعمل الشغل بجد دي حاجة عظيمة يعني وصراحة كمان كل سنة أنا بحيس أنه عدد النقاد والصنع المصريين وحتى الناس المخرجين بيهو أكتر ودي حاجة يعني بحيس أن هي جميلة جدا وبحيس أن هي بتحسسني طول وقت أنه لأ في الجنج المصري موجود أعتقد أننا مثلا موجودين طبعا السنة دي في فيلمين مصريين موجودين زكان ودي بعيدا عن أي حاجة أن الفيلمين نفسهم عاملين أو كلام عنهم فنيا لكن دي حاجة هي هيلة لأنه أنت عندك دول كاملة بتبقى تتمنى مشاركة واحدة لأنه عندنا مشاركزين السنة دي والسنين اللي كان عندنا مشاركات وكلها مشاركات هيلة وأعتقد أن ده هيشجع ناس أكتر من والبرديوسير والبرديوسير أنهم يحطوا فلوس في السينما المصرية وبالتالي إنتاج أكتر وأعتقد أنه ده شيء يعني مبشر و يعني ولا حد يحب يبقى متفائل أنه السينين اللي جاية تبقى أفضل للسينما المصرية إن شاء الله طيب بالنسبة لمشاهدتك السنة دي عاوز أسألك سؤال متكرر مش أول ما رأسأل السؤال دوت بس انتين يمكن تكون أول مرة تسمعهم عاوز أكتر فيلم كان عندك عليه أمال عريضة أحبطك وأكتر فيلم ما كانش عندك عليه أمال عريضة مش أكيد مش لدرجة إنك مثلا كنت مستهيف ويعني وحاجة زي كده بس فاق توقعاتك جدا أوكي أكتر فيلم طبعا محبط هو ميجالوبوليس لفرانسيس فورد كوبولا كنت متوقع حاجة أحسن من كده هو مشكلته بالنسبة لي أنه هو يعني زي ما كنت مش عارف قلت لك التشبيه ده ولا لا بس هو بالنسبة لي زي خياط خياط فستين جميلة جدا 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 طول حياته وبعد انفضل عنده قطعة من القماشي اللي فاضل فخيط منهم فستان فهو فستان فيه حتة حلوة وفيه حتة وحشة بس هو على بعضه مش متناسق فمزعج للمشاهدة يعني ده كان رأيي فيه أو كأنه نوع من قيمة الطعام الغير منصقة فاللي هو أطعمة كلها الأفتر تيست بويز الفيلم اللي ما كانش عندي عليه أمال في كذا حاجة اللي ما كانش عندي عليه أمال طبعا أنا ما كان يمكن اللي هو الفيلم الهندي قول لأن أنا ما عرفش المعرفش شغل المخرجة قبل كده وهو ساكن فيتشر وفيلم يعني ما عرفش بس صراحة فأنا لما شفته استمتعت جدا أنا بحب النوع ده من السيناء النوع القادر اللي هو يبقى قريب كده ما بين فكرة هو الفيلم تحس أنه فيه نوع من الجزء من الدايريز يعني فيه جزء من الدايري على المدينة أو الفيجوال الإسائي بشكل ما أو الفيجوال دايري أنا أسف ما اضحكت يا جماعة لما قال على الفيلم بس تبقى يعني من الفلوغ هتفهموا أنا بتحكيه يعني هقول لكم التفاصيل فده جزء والجزء التاني هو أنه ما بين الفيجوال دايري وما بين الحواديد هو فيلم ما هواش أكبر فيلم ما هواش أكبر ما طبعا مش أكبر اسم أو أكبر فيلم لكن هو الفيلم نوعات الفيلم اللي أنت تحس أنه أنه يعني مخرجته قادرة أن هي تحكي اللي هي عايزة تحكيه بدقة يعني وبشعور هايل من غير أي مبالغات بصرية ولا إنتاجية ولا لأنه دلوقتي الفلوس بقت حرب كده اللي هو يعني هو ميجيلوبلس نفسه فيه صرف فلوس كتير بس هو في الآخر أنت كمشاهد عمري ما الفلوس طبعا الفلوس عامل مهمة في الآخر أنك تعمل اللي أنت عايزه بس هي في حد ذاتها أنها تصنع شيء أو لا مش شرط خلص فاهم بسطر مش عارف المفهود أقول كده ولا لا بس هقولوه خلاص وبعدها أنت بقولي لو عاوز أحتفظ بالحيطة ديت ولا لا أنت بتراهن على الفيلم الهندي اللي هو أقول لأنه هيكسب حاجة إن لم يكون إجازة كبرى أنا أعتقد أنه مرشح لصعفة زهبية معرفش إحساسي لا أسباب فرمية وأسباب سياسية وأسباب سياسية طبعا أسباب سياسية يمكن لأنه على رأس لجنة التحكيم أولا لأنه دي دي حاجة مهمة هتتقال أعتقد أنه مهرجان كان ديله 77 دورة تقريبا ثلاث مرات من 77 سنة حصلت نساء على الزعفة فطبعا فيه فرق يعني كبير لأنه وعلى آخر مثلا 25 سنة هي حصلت مرتين من 25 سنة بين جين كان بيهم تقريبا أنا مش قادر أفتكر المعلومات بضقة يعني بس أعتقد أنه إنترنت هيبقى أسهل بس أنا أتخيل أنه جريتا جيرويج هتدفع أنه امرأة تأخذ الجيزة وأنا فرعي أنه لو امرأة هتأخذ الجيزة فممكن جدا تبقى بيال كبادية اللي هي مخرجة الفيلم الهندي أو أعتقد أنه ممكن يعني ممكن لو مرشح رجل ممكن يبقى محمد رسولوف أفقا لما يحدث في إيران والوضع السياسي هو عنده النهاردة كنت بقى قول عليه فيلم بيتشك أه طبعا إنه هو فيلم كويس فيلم حلو فيلم مبدع فيلم بيقضي النقش قضية مهمة وسيبك من الفيلم بقى وحدوته الحدوتة اللي وراء الفيلم نفسها حدوتها طبعا كنا أنه هو تحكم عليه بالسجن وبعدين هرب وطبعا ومقتل الرئيس الإيراني بحد ذاته يعني هو يدي نوع كده من اللي هو لا يعني لكن هو فيلم محكم جدا يعني بس أنا كمان بحيث صراحة إنه لما يعني مثلا لما جوستين تري مثلا سنة فاتت خدت السعب عن أناتومي وفافول أنا بحيث دايما إن أنا بحب الجاني التحكيم اللي بتاخد قرارات إنها تدي لمخرجين مش مشهورين قوي إنه ده بيفرق جدا في الآخر لما بتدي سعبها الاسم كبير وردي معروف وكده بحيث إنها مش مش بتساعد قوي لكن ده في الآخر يعني ممكن يبقى تفكيري أنا في الآخر هي لجنة تحكيم فيها ناس كتير ما حدش يعرف أبدا هم بيتكلموا في إيه أو بيعملوا إيه فبس يعني يمين عارف زي الفول مستر محمد طريق على فكرة أنت عارف إنه في محمد طريق أيوه فأنا لازم مش ألاقي طريقة أعلمكم مع بعض في الأودينس أنا حاولت أغير دايما يعني أنا مشكلتي إنه اسمي اسم العيلة عدوي بس فيه صح فيه نوقة سينماية اسم محمد عدوي أو صح فيه اسم محمد عدوي لأ مثلا ممكن 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 أقول يعني لما أقصه أصلا بقى حتكلم عنك كتير فلما أتكلم عنك حقول محمد طريق عدوي مش حلوة كده كده اتفقنا عليه إن شاء الله بإذن الله نلتقي مرات أخرى كتير وربنا ما يتعللنا عادة إن شاء الله يا رب شكرا جدا يا مهدي والله يعني ودي فرصة سعيدة جدا ومبسط بالكلام معك وإلى مشارعنا بقى في القاهرة إن شاء الله